بعد أن عاد الإيطاليون منذ أسابيع إلى ممارسة نشاطاتهم بشكل شبه طبيعي بعد انقطاع دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا أين وصلت أعداد المصابين؟ في إيطاليا ومع أحوال المستشفيات هناك للمزيد ينضم إلينا من لومبارديا في شمال إيطاليا جراح القلب الدكتور عماد الجابر صباح الخير دكتور وأهلا بك في صباح العربية من جديد حياك الله يا دكتور المكتوب مبين من عنوانه دام أن شكلك مرتاح الأمور طيبة الابتسام الله يسهدك كل عام وأنت بخير وأنت بأس خير هذه العادل بالطليانة بيحكوا أوقوري جيد هذا تعلمناها إن شاء الله يتمم علي وأخلص لفل ون وأذهب لفل ون بالإيطالي يعني يمكن عادل فيه استعداد لسه كنا نتكلم أنه مستعد للسفر يعني أول ما المطارات تفتح ويقدر يسافر على بلد سيحية هتكون الوجهة الأولى يمكن تكون إيطاليا في الوقت القادم روما أول تساول وجهة فخلينا نطمن ونقول له ما هي آخر الإحصائيات والأرقام وهل من هدوء بعد هذا الانفتاح في أعداد الإصابات والوفيات أيضا هو صدقا في إيطاليا مثل ما كنا حكينا في مرات ماضية في تحسن كبير كتير بعدد الأرقام بعدد الإصابات بعدد الأشخاص اللي بيدخلوا للمستشفى بعدد الأشخاص اللي بيدخلوا للعناية الحثيثة يعني لو إحنا نصور إيطاليا كمريض أصيب بمرض كوفيد بمرض كورونا ممكن إحنا بنحكي بشهر تسعة بشهر تلاتة شهر مارس كان المريض بغرفة العناية الحثيثة في شهر أربع عرجعنا للقسم يعني شلنا من غرفة العناية الحثيثة شلنا من جهاز التنفس الصناعي في شهر خمسة بدأ للتعافي وحاليا عمالنا بنجهز أنفسنا لنروحه لبيته يعني برجعه بقول الترند عندنا بوزيتيف كتير إنه بآخر شهر آخر أربعين يوم ما كان فيه هناك إدخال للمستشفيات يعني إدخال بسيط كتير للمستشفيات لمرضى عندهم إصابة بمرض كوفيد وبالذات إدخال لغرف العناية الحثيثة يعني نزلت الأرقام بشكل كبير كتير طيب فنقدر نقول أنه إيطاليا مريض بحال التعافي بآخر مراحل التعافي وبنجهز حالنا لنطلع من المستشفى طيب دكتور أنا يعني هذا السؤال بكل أمانة شاغل شاغلني وشاغل الناس يعني في الأمانة الأخيرة شراسة هذا الفيروس خفت كثير ما السبب؟ يعني اليوم نحن نتكلم في إيطاليا أيضا طريقة أو البروتوكول العلاجي هل اختلف لذلك خفت هذه الحالات؟ أو ماذا يحدث؟ هناك شقين للموضوع الشق الأول أنه أي مرض وبائي البايروس ومرض وبائي بيكون على شكل موجة على شكل كيرف بيكون فيه برحلة تصاعدية بيوصل للذروة بعدين بيبدأ بالانخفاض طبعا بيعود لعدة أسباب واحد من الأسباب علماء الأمراض الوبائية بيقولوا أنه البايروس نفسه بيفقد شيء من قوته بيصير يمكن بالعوامل البيئية بتأثر عليه يمكن ارتفاع درجات الحرارة الناس بتخرج للخارج بيكون فيه تباعد ما فيه أماكن مغلقة ممكن درجات الحرارة نفسها ساعدت في إضعاف الفيروس فهذا إشي أكيد مية بالمية من اللي بنشوفه أنه البايروس فقط شيء من قوته وهذا بالنسبة ممكن نلاحظه بالنسبة للإصابات والوفيات في أوروبا مقارنة بالعالم العربي يعني بالوطن العربي عندنا فيه إصابات لكن نسبة الوفيات الحمد لله قليلة جدا بينما بإيطاليا أو بالولايات المتحدة أو دول أوروبية نسبة الوفيات كانت عالية فممكن العوامل البيئية وارتفاع درجات الحرارة مؤثرة على البايروس الناحية الثانية المهمة كثير أنه مثل ما قلت بالبداية كان البايروس بالنسبة لنا بايروس جديد ومستجد ما كان عندنا معلومات كافية عنه ما كان عندنا معلومات كيف طريقة علاجه لكن حاليا بعد مرور أكثر من أربع أشهر قمنا بعلاج عدة مرضات قمنا بتشريح للجثث عرفنا شغلات أكثر عن البايروس فهلأ مني بداية أقف عند هذه النقطة تشريح الجثث دكتور ويمكن في معلومات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مختلف المواقع بتقول إن ما هو إلا مجرد تجلط للدم أو ممكن يكون بكتيريا وليست فيروس وكان هناك اتسهامات موجهة لمنظمة الصحة العالمية أنها أعطت أدوية مختلفة ليست للفايروس ولكن للبكتيريا للعكس الفايروس وليست للبكتيريا هو أكيد المعلومة شوي مو دقيقة هو إلتهاب بايروس إلتهاب بايروس على مستوى الرئة بيصير فيه إلتهاب بداخل الرئة بيصير فيه ضغط على الشعيرات الدموية بين الرئة والأوعية الدموية اللي بيصير فيها تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون الضغط على هاي الشعيرات الدموية أو إنه إلتهاب نفسه والفايروس بيصوي إلتهاب بالشعيرات الدموية بيسبب تجلطات هذه التجلطات عمالها كانت بتسكر الطريق بين الرئة وباقي الجسم يعني الرئة بيبطل إلى ما في تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون فكان هناك دائماً حاجة أن نوضع المرضى على جهاز التنفس الصناعي وبأغلب الأحيان كان في البداية ما في فائد يعني لأنه خلص طريق التبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون عن طريق هذه الشعيرات الدموية تم إغلاقه بسبب هذه التخطرات فمن نحظة أنه أدخلنا المميع للدم ومانع التجلطات بالدم ساعد كثير وحسن كثير من قصة هذا المرض وساهم بإنقاذ حياة كثير مرضى لكن هو مرض بايروس مسبب بسبب بايروس مش بكتيريا البكتيريا ممكن تدخل بمرحلة ثانية وتسبب التهاب على التهاب البايروس الذي كان موجود من الأخص مضاعف يعني مضاعف أحد المضاعف طيب الآن باعتقادك متى يمكن أن نأتي إلى لومبارديا عندك ونتناول الجلاتو هل هذا في القريب العاجل ولا لا عندنا يعني مسافة بعيدة حتى إيجاد اللقاح أو علاج لا إن شاء الله بريستو بريستو يعني قريبا قريبا هذه القريبا إيجاد كثير دكتور يعني وفق القراءات الأولية والله أنا إن شاء الله مثل ما قلنا هلا إحنا بمرحلة التعايش أنا بتأمل إن شاء الله بشهر سبعة إنه نبدأ بمرحلة السفر طبعا مع أخذ الاحتياطات ممكن يصير بـ 15 ستة رح يكون عندنا فتاح المطارات بين دول أوروبا بدون أي قيود يعني إيطاليا أعلنت إنه من ثلاث ستة رح تفتح مطاراتها للقادمين من أوروبا بدون إجراء فحوص بدون أي قيود ممكن على مستوى يكون السفر أكتر منفتح نقدر نحكي من شهر سبعة إن شاء الله وإحنا بانتظاركم يعني يعني شهر سبعة ننقلوا إياك بجلاته إن شاء الله شكراً دكتور صباح الخير جراح القلب كنت معنا من لومبارديا في شمال إيطاليا وصباحاتك سعادة إن شاء الله